بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبدأ بالحديث في الوحدة الثانية عشر عن شركات الأموال وقبل الحديث عن شركات الأموال أحب أن أنوه للسامع الكريم بأننا سوف ندرس شركات الأموال بالقدر الذي يتطفق مع الوقت المخصص لدراسة هذا الجزء من مادة القانون التجاري وبما يتناسب بما أننا ندرس هذه المادة لغير متخصص فتدريس شركات الأموال بالنسبة لطالب كليات القانون يختلف عن تدريسها بالنسبة لطالب كليات العلوم الإدارية بأقصامها المختلفة لذا هناك بعض الفقرات سوف تكون ملغاة ولن نحزفها بالكامل ولكن سوف نشير إلى هذه الفقرات إجمالا لكي لا يكون هناك فجوة أو نقص في حديثنا عن شركات الأموال ففي البداية نريد أن نعرف ما المقصود بشركات الأموال شركات الأموال هي الشركات التي تقوم على أساس مالي أو على الاعتبار المالي فالاعتبار الشخصي لا يلعب فيها إلا دورا محدودا وخاصة على مستوى الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام فالعبرة في شركات الأموال ليس بشخصية الشريك وإنما بما يقدمه هذا الأخير من حصة مالية لذا فإن الغلط في شخص الشريك لا يؤثر في صحة عض الشركة كما أن وفاة أحد الشرقاء أو الحج عليه أو شهر إفلاس أو إعصاره لا يترتب عليه حل الشركة وأبرز مثال لشركات الأموال هو شركة المساهمة فما هو تعريف شركة المساهمة يمكن تعريف شركة المساهمة على ضوء ما جاء في نص المدة 48 من نظام الشركات السعودي بأنها الشركة التي ينقصم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة شركات من خلال هذا التعريف نستطيع أن نستنبط خصائص شركة المساهمة فما هي خصائص شركة المساهمة؟ أول خاصية من خصائص شركة المساهمة أنها من شركات الأموال أي أنها تقوم على الاعتبار المالي وليس للاعتبار الشخصي أي دخل في هذه الشركة فالغلط في شخص الشريك أو وفاة أحد الشرقاء أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعصاره أو انسحابه من الشركة لا يؤدي إلى انقضاء شركة المساهمة الخاصية الثانية من خصائص شركة المساهمة هي أنها من الشركات التي تغلب فيها فكرة النظام على فكرة العقد بمعنى حينما بدأنا في الحديث في النظرية العامة للشركات سألنا سؤال مؤداها للشركة عقد أم نظام واختلف فقاء القانون التجاري البعض ذهب إلى أنها عقد والبعض ذهب إلى أنها نظام وشركة المساهمة هي أبرز مثال لفكرة كون الشركة نظام حيث لا تتدخل إرادة الشركاء فيها إلا في اختيار تأسيس الشركة ونوع النشاط أما كل كبيرة وصغيرة تأتي بعد ذلك في شركة المساهمة سواء في تحديد شروط السهم وكيفية الاكتتاب والنظام الأساسي وإجراءات التأسيس إلى غير ذلك ومجلس إدارة الشركة وكيفية التعيين إلى آخر هذه الأمور يقوم النظام بوضع هذه الأمور ولا يكون لإرادة الأشخاص أي دخل فيها أما الخاصية التي تأتي بعد ذلك فهي حصص الشرقاء في شركة المساهمة على خلاف الأمر في شركات الأشخاص لا يجوز انتقال الحصص أو التنازل عنها أو بيعها للغير إلا إذا كان هناك إذن سابق أو بالرضى الشركاء أما في شركات المساهمة فحصص الشركاء فيها تكون في شكل أسهم وليس في شكل حصص كما كان الوضع عليه في شركات الأشخاص كذلك هذه الحصص تكون قابلة للتداول فيجوز أن تباع وتشترى ولا يوجد حظ إلا إذا كان هناك حظر بخصوص أسهم الضمان أو أسهم المؤسسين الخاصية التي تأتي بعد ذلك هي المسؤولية المحدودة للشركاء فمسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة في حدود السهم الذي يساهمون فيه في الشركة في رأس مال الشركة فإذا خسرت الشركة فلا يجوز مطالبة الشريك المساهم وأكثر من قيمة السهم الذي دفع سمنه وقبل أن يشترك به في شركة المساهمة خصية التي تأتي بعد ذلك وهي عدم اكتساب صفة التاجر فمجرد كون الشخص مساهم في شركة مساهمة أو شريك في شركة مساهمة لا يكسبه ذلك صفة التادر لذلك لا يشترط في المساهم في شركة المساهمة أن يكون كامل الأهلية فيجوز للقاصر أن يكون شريكا في شركة المساهمة وكذلك لا يلتزم الشريك في شركة المساهمة بالتزامات التجار فلا يشترط أن يمسك دفاتر تجارية ولا يقيد نفسه في الغرفة التجارية ولا في السجل التجاري الخاصية التي تأتي بعد ذلك في شركة المساهمة هي اسم الشركة فعلى عكس الأمر تماما في شركة التضامن فعنوان شركة التضامن يتكون من أسماء شرقاء المتضامنين أو اسم أحدهم مع ذكر كلمة وشرقاء أما الأمر في شركة المساهمة فهو على عكس ذلك تماما فلا يجوز أن يدخل اسم أحد المساهمين في عنوان شركة المساهمة واستثناء من هذا الأصل العام يجوز أن يتكون اسم شركة المساهمة من اسم أحد الشرقاء المساهمين وذلك في حالتين اثنين على سبيل الاستثناء الحالة الأولى وهي حالة ما إذا كانت شركة المساهمة قامت بغرض استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص معين فيغوز في هذه الحالة أن تتسمى شركة المساهمة باسم هذا الشريك الذي سميت باسمه براءة الاختراع أما الحالة الثانية وهي إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها